اشهد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة بجهود خريجي طلبت البوليتيكنك بالتعاون مع المركز الوطني لاستزراع السمكي في بناء مشروع لأحواض الاستزراع الذكية وطلع الوزير المبارك خلال زيارة تفقدية على أحدث التقنيات التي يستخدمها المشروع لقياس الخصائص الفيزيائية لمياه الاستزراع مؤكدا أن دخول هذا المشروع الرائد إلى الخدمة سيساهم قريبا في ضمان رفع الكفاءة الانتاجية للاستزراع البحري وخفض نسبة التدخل البشري وتكاليفه في عملية الاستزراع بشكل يضمن استدامة الموارد ومراقبة سلامة المنتجات